السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته التلاميذ الأعزاء حبيت نبدلكم بهذا الفيديو تعرفي في مين بطقيقة كيفاش تشتركوا في القناة كيفاش تشتركوا في القناة التعنا وكيفاش تديروا ابوني وتحوسوا تلقاوا الدروس كيفاش موجودين أول شي تروحوا لجوجل تحكم عادي تكتبوا هوليك اسم القناة هل نراني غالطة فيها برك هذا هو الاسم القناة الدعم في اللغة الإنجليزية يخرج لكم كما هكذا هذا هو الصورة على القناة تاعنا أول شي تروحوا لهذه ابوني تخرج لكم حمرا على خطر ما زل ما كم مش مشتركين كيفاش تديروا تشتركين تكليكي وعليها هكذا دلكم ابوني بالقريق هاي لك اي قد لك باللك مشترك الان وش تدير ثاني شي الجرس تاعنا هذا فعلو اعطالك ثلاثة اعطالك ثلاثة انت اول شي روح دير الاختيار الاول فعلو هاي لك خلاص اهنا رك فعلت الجرس باش يدخلك الجميع الفيديوهات وبعدين ادخل القناة تحب تدخل من الكتبة تحب تدخل من الصورة كما حبيت هذه هي القناة القناة تاعنا هاي لك اول شي باش تبحث عالدروس يخرجوا لك هنا يا الدروس مسح ما يخرجوا لكش كاملين لازم تروح هنا عدنا اكي عدنا فيديو عدنا بلاي لست كومينوتي الى اخيري هنا انت دخل في هذي دخل في بلاي لست دخل بلاي لست هنا يا رك تلقى كامل الدوسيات رك تشوف الدوسيات توعنا هذو هما المراجعات دور وصراني ديرت لكم كل دوسي خاص بمستوى وكل دوسي راهو يبين لك المهم دات لكم هذا التعرف الفيديو التعرفي فقط وكي تدخل مثلا تحب تدخل في مباشر تدخل في مباشر رك تلقى كامل المباشرات اللي درتهم الى اخيري تحب تدخل في اي دوسي رك حبوه دات لكم هذا الفيديو التعرفي فقط باش نوري لكم كيفاش تدهروا للقناة كيفاش تلقاوا الدروس ونعودوا مباشرة الى الفيديو تعنا لنهار اليوم تلميذ السنة الرابعة متوسط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة ثانية اليوم بإذن الله رحمن الرحيم رح نبدأ في دروس الفصل الثالث ولا دروس سيكوينس ثري نبدأ بالدرس تعنا هذا يعني ذي جاهدتكم الدرس قبل هذا الدرس الثاني ذا امبيراتيف رح نشوفوا الامبيراتيف اللي هو الفعل الامر متفاهمين نعدل برك الكاميرا هكذا احسن الفعل الامر شوفوا في اللغة الانجليزية الفعل الامر عنده شروط الفعل الامر عنده شروط نبدأ ونقرأ وشاني كاتب هنا الفعل الامر له قواعد محددة هي في اللغة الانجليزية عنده شروط عنده ثلاث شروط مهمة اللي هي اول شي لازم الجملة تبدأ بفعل هي عادة ماذا احسن الجملة في اللغة الانجليزية يكون فيها الفعل وفرب الفعل ومن بعدها الوبجكت مثلا اي قو تو سكول اوكي الجملة هكذا تجي في اللغة الانجليزية اي هو الفعل قو الفعل تو سكول هو الوبجكت ولا باقية الجملة بس احكي نكونوا نحولوا هذه الجملة مثلا الى جملة فعل الامر لازم الفعل الجملة لازم تبدأ بفعل اول شي الجملة تبدأ بفعل ثاني شي الجملة لا يوجد فيها فعل ما كاش فيها سابجكت اوكي الحاجة الثانية ما فيهاش سابجكت الحاجة الاولى الجملة تبدأ بفعل مثلا لسن قو تيك لسن اسمع قو روح تيك هاك اوكي ثاني شي ما كاش فعل ما كاش فعل مثلا هاي الجملة I go to school نحولها الى فعل امر نحو السابجكت نحو الفاعل ونقول له go to school go to school اذهب الى المدرسة اوكي اول حاجة لازم تكون تبدأ بالفعل وثاني حاجة يكون ما عندناش الفاعل ثاني حاجة كي نحبو هاذي الجملة تعل فعل الامر نحبو ننفوها عندك تنفيها بحاجة واحدة هي دونت ولا دونت دونت هي الاختصار تع دونت اوكي في جميع الجمل اي جملة عندك يقول لك حولها للنفي ابدأها لي بهذه الكلمات مثلا الجملة التاعي فيها go to school كي ننفيها وش نقول نقولوا do not go to school ولا don't go to school مثلا عندي الجملة التاعي كفديرا I go to school هذي الجملة ننفيها I go to school ام فيها تشوف اول شي القاعدة وش تقول لك الآية الطير وفي بلاستها باش ننفيها ندير don't don't go to school ولا do not go to school اوكي باش تنفيها مع اي جملة زيد لها don't ولا do روحوا نشوفوا بعض الامثلة عدنا listen to the advice اسمع للنصائح مثلا كن حبلا فيها نقولك ما تسمعش للنصائح don't listen to the advice عدنا use cold water استعمل ما بارد احنا وش يقولوا don't use cold water متفاهمين؟ المهم لازم تبدانا تدانا بالفعل وكين حبونا ننفوها قبلو نحطو don't ولا do not متفاهمين؟ روحوا نشوفوا القاعدة بتاعنا وش تقول القاعدة وش تقول تدولك rule ولا القاعدة وش تقول تدولك لازم الجملة دائما وابدا تبدأ بالفعل وهذاك الفعل ما يكونش مصرف يكون فعل stem ما تديرو في present ما تديرو في past ما تديرو في future ما تديرو في past continuous ما تديرو في حتى حاجة حطو على أصله علش حطيناها على أصله على خطر ما عندوش subject ورنان نقومو في الأمر نقوموه اقعد sit down stand up go to school إلى آخره كين حبونا ننفوها الفعل والobject نزيدولو قبلو do not go to school do not go to school don't go to school اوكي هذا أمر عنا نقولو في الأمر بالنسبة للأمر the imperative قادر يكون advice نصيحة تقولو don't hear eat too much food متاكوش بزافة قادر يكون نصيحة advice وقادر يكون recommendation 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 اللي هي توصية ولا ويساية نوصيك اوكي recommendation توصية والأدفايس هي النصيحة اوكي قادر تعطينا المعنى عن نصيحة يعني هذا الأمر فعل الأمر هذه الجملة اللي قادر يكون عندها recommendation اللي هي التوصية الآن روحوا نشوفوا التمرين 26 صفحة 114 بقوا معنا ما تروحوش اذا نرى انا في الكتاب تعنات صفحة 114 هنا التمرين الأول مشي التمرين الثاني يلا هنبدأ نشوفوا نقرأوا السؤال ونحاولوا الحلوء التمرين هاو قل لك هاو قل لك نحط لك الأفعال لبين قوسين وين في الامبراتف في فعل الأمر شوفوا هنك يعطي لك يقول لك حول الجمل إلى الامبراتف يعطيك مثلا الأفعال بين قوسين أول شيء إذا ما أعطى لك الفعل ماشي من فيه خليه كيما راه هذو كامل خليهم كيما راه دوك نقرأوا نشرحوا الجمل ونحلوا you add mint leaves أنت تضيفوا أوراق الشاي and sugar والسكر to taste بش تذوق أوكي شرحت لكم الجملة you pour أنت يتفرخ كلمة pour تفرخ in boiling water مع أنت في المسخون and you you not forget وأنت ما تنساش to stir well بش تخلط مليح you put the tea in the teapot تحط لاتي في البقرج teapot والبقرج you serve the tea hot تسربي لاتي تعك سخون pouring it in glasses تحطو في كيسين height of about 20 to 30 سنتيمتر في كيسين فيهم من 20 ل 30 سنتيمتر يبزيف هذي 20 30 سنتيمتر يعني نقرأ وش كتبونا 4 5 you wash wash معتها تغسل the tea the tea with hot water بماء سخون هذو الجومة اللي هنا ما راهم شو مرتبين احنا ما يهمناش ما قل لكش رتبهم قل لك تحطلي الأفعال في الامبيراتيب في الامبيراتيب في الامبيراتيب هنا بيش تكتبون في الامبيراتيب وش قلت لكم في الدرس أول شي لازم الفاعل يكون غير موجود الفاعل هنا يطير هدا كامل يطيرو الفاعل وتأمرو وش تقولو add خلي الفاعل هذو قح خليهم كما راهم تقولو add mint leaves and sugar to taste pour in boiling water and هنا يا هنا قل لك and you not forget هنا نحول you وهذي not forget نزيدو لها do not do هاي وين نتعدنا do not for or get to sear well اوكي هنا امام هذا الفاعل تنحيه وهنا كي تكون عندك not زيد لها do not forget ولا don't forget put 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 the tea in tea pot serve the tea wash the tea with hot water فاهمنا الان كيفش نحول الجملة الى الى الاختبار وانا في البيئة مرحي سهلا سهلة سهلة يهما يقولك حط الان كانت الامبيراتيف من في يهما تحطو هاخذا عادي وهذو رم سهلين إذا اطاهلك هكذا خلي الفعل كما راه ونحي السابجكت الفاعل وإواء طاهلك هكذا من في نحي السابجكت وزيده هاي اللي كنوطي معاضين هانا فهمنا الان روحوا للتمرين 6 التمرين 6 وش يقول انتبع معايا شوف التمرين 6 وش يقولنا نعدل بركلي الكاميرا بش تكون واضح الامر شوفوا الرقم 6 وش قالنا قالنا هذه كامل خلينا منها على خطرة ويقول لك هذه الديناها من رسالة رئيس امريكي الى اخره احنا يهمنا مننا السؤال راني رايحا نكتب كامل التوصية recommendations give by Lincoln to the teacher in the imperative as in the following examples معنى قعنا نصائح اللي اعطاهم الرئيس لهذا الاستاذ احنا يرانا راحين نحول التوصيات رانا راحين نحولهم الى فعل امر التوصيات لازم يكون فيهم should راو يوصي فيه وحنايا شوف المثال وش تعطالك so dear teacher عزيزي الاستاذ you should teach يعني راني نوصيك باش تقري you should teach him things he will have to know قريه الاشياء اللي لازم يعرفها شوفو هناك فش ولت عدنا هاذي نحنا يو وزدنا نحنا شد قلنا لازم يكون الفعل على اصلي هي يكون stem شو معانتها stem معانتها غير مصرف متفاهمين so dear teacher teach him يعني نؤمر فيه teach him اوكي ذو كان روحوا للنص تعنا وروحوا نسطروا على recommendations باش نحولوهم الى imperative متفاهمين يلا عدنا هاذا هو النص تعنا نعدل تبع معايا نبدأ ونصيبو شد نسطروا عليها على خطر هذيك لانا راح نحولوها الى فعل اوكي my son starts school today it is all going to be strange and new وليدي بدأ يقرأ اليوم كل حاجة راح تكون حتروح ولا راح تكون لي غريبة وجديدة to him for a while and i wish you would treat him gently وان شاء الله تتعامل معاها gently هنا عدنا هاي لك recommendation فيها wish نتمنى هاذي الجملة الاولى اوكي وش من بعد وش قلنا so dear teacher you should هاي لك هاذي اللي قرناها مقبل هاذي الجملة كاملة هاذي الجملة الثانية هاذي رمضة عاطينا الحل تحا if you can you should هاي لك you should make him understand for every for every enemy this is there is there is there is a friend you should explain to him that all men are not just that all men are not true but you shouldn't here shouldn't tell him to forget that الاخر اللي حتوين عندنا النقطة that for every وراني for every cooked politician there is a dictated leader you should من يا روحك you should also help him to understand that in school حتى للهناية خلاص عرفتوهم الجومة اللي رانحي نحولوهم للأمر هنا I wish you would treat him gently عربكم وش النحو عندنا subject اللي هو اللي يطير subject الثاني يطير would طير wish طير وش تبدأ treat him gently شتو كيف تكون الإجابة هاي لك الإجابة الصحيحة كتحول اكتب treat him gently ومبعد you should teach يو الطير وش الطير الإجابة تبدأ من teach him things حتى ن هنا اوكي تبدأ من من teach حتى to now هذي الثانية you should make him understand that that for every enemy هذي you الطير وش الطير تبدأ من make him اوكي حتى للهنة خلاص حتى النقطة ومبعد قال لك you should explain you الطير should الطير هنا تبدأ لك explain to him that man إلى آخر حتى لهذه النقطة اوكي تبدأ من explain حتى له النقطة ومبعد هنا قال لك you shouldn't هنا مدم عندك من فيا عندك من فيا طير you وطير shouldn't هذه shouldn't رجح don't do not ولا don't هتكون كتب كتب ها like this كتب ه هنا yeah don't ok وكتب ه هنا don't let him forget that حتى حتى الوين that for every second there is also hero that every cooked policeman these حتى الوين كينا النقطة خلاص ومبعد قال لك you should also you should الطير also الطير بدا من قول help him help him وكمل يكمل حتى لله همنا الإجابة الإجابة من الأول تبدأ treat him gently ومبعد teach him حتى هنا ya know to know but gently حتى اله هنا ok if you can لا حتى وين النقطة كمل teach him everything he will have to know but gently if you can حتى الله ومبعد منا make him understand حتى there is a friend and explain to him حتى الله now but you shouldn't هنا في بلاسة shouldn't there don't don't let him forget that إلى آخر حتى لله but you should also هذي كامل الطير ابدأ help him وكمل حتى لله متفاهمين so هذا هو الحل تعتمرين رقم 6 صفحة 115 ان شاء الله يكون مفهوم وواضح وهذا كان درس فعل الامر الامبراطيف كما قلنا عنده 3 قواعد القاعدة اللولة هي ما لازم يكون عنده subject و الفعلي يكون في stem ماش يمصرف والثالثة كنت جيتا فيه بدال الجملة تاعك don't اوكي اذا جبكم الفيديو كل عادة ما تنسوش تديرونا لايك ما تنسوش ديرو كومنتر للفيديو وتنشروا الفيديو وتتقاسموه مع اصدقائكم الى فيديو اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة